موسيقى بيقول أو الخبر بيقول أنه السيد الوزير لتصريح لفاينانشل تاينز البريطانية بيقول فيها أنه شهر ستة اللي جاي هيكون فيه رفع عن دعم البنزين نهائيا خبر يعني كبير جدا ومزهل جدا بتدور عليه مش موجود على المواقع الإخبارية الكبيرة الحمد لله لأنه مش موجود على المواقع الإخبارية الكبيرة ولكن حبينا برضو أن احنا نتأكد رحنا للفاينانشل تايمز ما لقيناش أي تصريح بالشكل ده ولكن لقينا التصريح تاني كمان برضو في السكة لقينا أنه هاني دميان بيقول أنه الإيكانمست بتقول أنه مصر اقتصادها من أهم 15 اقتصاد في العالم ندور برضو في الإيكانمست ما نلاقيش التصريح هنا يجلنا يعني سؤال مهم أنه تنسيب أو يعني نحن ننسب الخبر لإصدارين عالميين بريطانيين مهمين زي الإيكانمست والفاينانشل تايمز كمان في المجال الاقتصادي يعني اللي كمان حط الخبر ونسبه لجريدة ما نسبهاش لأي جريدة لأ نسبه لجريدة اقتصادية أو إصدار اقتصادي مهم زي في الإيكانمست والإيكانمست ولكن الخبرين مش موجودين ولا على الإيكانمست ولا في الفاينانشل تايمز وهنا يجلنا أسئلة وإحنا النهاردة منتابع الأخبار إيه السبب في أن حضرتك تنسب أخبار زي دي أو تقول أخبار زي دي ممكن تعمل بلبلة وخاصة يعني سيبك من خبر أهم 15 نظام اقتصادي في العالم مش مهم الخبر ده لكن الخبر اللي احنا متوقفين عنده بشكل أكبر هو خبر البترول ورفع الدعم ليه خبر زي ده ينزل وليه خبر زي ده يعمل بلبلة والناس تتنقلوا أنه المشكلة أنه كمان مستخدمي الإنترنت مش دايماً بيدوروا وراء الخبر مش دايماً بيدوروا يشوفوا هل الخبر ده صحيح ولا لا لا هو شايف مكتوب إيكانمست شايف فينانشل تايمز خلاص ده الخبر صح مش هيعود يترجم ويدور وراء الصحفي الصحفي اللي عايز الخبر يبقى عليه طيب احنا معنا خبر عاجل موجود دلوقتي على الشاشة قدامكم مراسل النهار اليوم مقتل شخص وإصابة 11 مصاب في انفجار بقنبلة في المحلة نتابع مع حضراتكم الخبر ده في اللحظات اللي جاية وفي حلقتنا نشوف آخر تطورات الخبر ده خدنا مع حضراتكم نرجع لموضوع التصريحات اللي بيتم نسبها للصحف الأجنبية صحف الأجنبية برضو من خلال متابعتنا ودائما بنوري حضراتكم حتى ولو الخبر منشور فمش دائما بيكون دقيق في بعض الأحيان وفي كثير من الأحيان بيكون ليه أغراض ففكرة انه يتم نسبه لصحيفة أجنبية مش بعيدة ان احنا نقعد ندور عليها ونترجمها مش بعيد كمان حتى لو لقنا ان احنا نرجع ونشوف ايه الهدف من انه هذا الاصدار كتب الخبر ده أو نشره حبينا بس نأكد لحضراتكم انه لو الخبر ده عد عليكم الخبر ده غير صحيح مش موجود مش موجود في Financial Times وبالتالي نستنى التصريح الرسمي اللي بينزل بشكل رسمي من المسؤولين علشان خاطر نعرف ده ياخدنا الموضوع تاني برضو لفت نظرنا النهاردة وإحنا بنتابع الصحافة وهو مقال الدكتور محمد أبو الغار اللي بيرد فيه على رد رئاسة الجمهورية علي وده كمنشور النهاردة بالمناسبة في الصحافة ردا على المقال اللي كتبوا من حوالي أربع أيام مهم جدا فيه اللي حصل بغض النظر عن محتوى الرد هو ان فيه تقليد بيتم إرسائه هو ان الدولة والنظام الحاكم الحكومة بترد على الناس بترد على الصحافة بترد على شخصية سياسية انتقادتها في مقال صحفي فكرة ان حق الرد بقى واجب على الدولة كلنا شوفنا آخر ست سنين من عمر حكم نظام مبارك وكم النقمة اللي كانت على هذا النظام الحاكم في وسائل الإعلام كم الانتقادات اللي بتنتشر أو بتتنشر فيه الصحف والجرائد من غير ما النظام يفكر يرد عليها كان بيتعامل معاها بتعالي وكأنها مش موجودة أو كأنها بتحصل في كوكب تاني كلنا فاكرين رد مبارك على التشكيكات بجملته المشهورة بعد انتخابات 2010 يا راجل كبر مخك كبر مخه والنظام كبر مخه لحد ما اتخلع واتسجن واتمح نظام حكمه وبقت فترته قارينة للفشل والعار والإخفاق دلوقتي وبعد الرد على دكتور محمد أبو الغار وزاي من الرد كان سريع نظن ان الرئاسة بقى ليها بترسي بنفسها تقليد مهم وهو انها تاخد الأمور مأخذ الجدية مش مأخذ التناش وده اللي نتمنى انه يكون منهجها في التعامل مع الأزمات وفي الرد على الشبهات مش بنقول انها ترد على كل محتوى إعلامي منشور أو مزاعة ولكن عندنا أمل ان احنا نشوف آلية ردود على ما يتار واللي نشوف ان هو مهم بدون انتقائي يعني نشوف ردود على الحاجات المفصلية على الشبهات الكبرى على الانتقادات على الخيوط والخطوط العريضة للانتقاد والاعتراض دي أول حاجة في ممارسات الديمقراطية السليمة في الآخر شوفنا افتتحية مقال الدكتور أبو الغار اللي كانت دالة جدا قال فيها شكرا للرئيس على اهتمامه بالرد على المواطنين بلغة حضرية وراقية وهذه إحدى الخطوات المهمة في طريق الديمقراطية سيدي الرئيس سوف نرسل لمكتبكم بالرئاسة في أقرب فرصة دراسة مختصرة عن القوانين التي بها شبهة عدم الدستورية والتي قد تتعارض مع الديمقراطية ممكن نختلف ويكون الاختلاف راقي ممكن نختلف بدون ما يبقى ده معناه إني بانتقدك من أجل الانتقاد لأ أنا بانتقد لأني شايف حاجة وأنا برد عليك علشان خاطر عندي استعداد إني أسمع الحاجة اللي أنت شايفها وأنا كمان عندي استعداد إن أنا أرد عليك ورجح لك مرة تانية ونتناقش فيها شيء الحقيقة كانت تجربة لطيفة جدا تابعناها في الصحافة النهار بعد الفصل نكمل مع حضراتكم جولتنا في الصحافة اشتركوا في القناة